بعد إنقاذ الأرواح ولملمة الجراح تبدأ المحنة الأصعب إحصاء الخسائر الاقتصادية لزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا مشردا أكثر من 23 مليون شخص في البلدين السلطات في تركيا اتخذت جراءات للحد من تثاقم الخسائر سباء على صعيد إغاثة المتضررين ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية الحيوية على غرار تقديم تسهيلات للمتضررين منها الإعفاء من أقصاد القروض لمدة 6 أشهر لكن الوضع في سوريا يبدو معقدا للغاية ما يفاقم أثار الكارثة الواقعة فالأضرار التي لحقت بالطرق عميقة فضلا عن وجود نقص في الوقود وتقص شتوي قاس ما يكبل عمليات الإغاثة المتأثرة بالصراع في البلد أثار الزلزال المدمر ستبقى لفترة طويلة كما يؤكد خبراء سوريون لأن الآمال بتعويض السكان أو إعادة الإعمار شبه معدومة مشيرين إلى ما وصفوه بالأمر الخطير وهو تأثر معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية من الزلزال وتراجع المساعدات الإنسانية الدولية خاصة أن المناطق المحررة تأوي نحو خمسة ملايين سوري والمخيمات تفتقر إلى الأغذية ووسائل التدفئة بجو بارد يشهد عواصف وثلوجا وتأتي تداعيات الزلزال بينما أثر تفشي الفقر بشكل كبير على قدرة السوريين لا سيما في شمال البلاد على تأمين احتياجاتهم اليومية من الغذاء والسلع الأساسية خصوصا في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوخ في الأسعار أما في تركيا فالوضع مختلف نوعا ما حيث هناك دولة استنفرت كل طاقاتها لمعالجة التدعيات الاقتصادية الطارئة فيما تكمن المأساة الكبرى في إعادة عمليات الإعمار التي ستكلف الدولة عشرات مليارات الدولارات وتعطل كثيرا من خطط التنمية الحكومية التي قطعتها تركيا في السنوات الماضية